من شوية كنت بكلمكم في موضوع كابتن طريق مصطفى كنا من خمس ست ايام كده اتكلمنا في القصة دي قلتلكم ان كابتن طريق مصطفى مش هيكمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك حتى الناس استغربت وفي ناس قالتلي انت قضيتني قالتلي يا كريم انت عملت قول والناس عتمشي وده يمشي وده يمشي يعني كان في مؤشرات كده من داخل الجهاز الفني ان العلاقة ما بين باكيتا وكابتن طارق مش جيدة مستر باكيتا مش قادر ينسجم مع كابتن طارق وبردو يعني كان فيه كده مش هي انقسامات في الجهاز الفني مش هي كبر الموضوع لكن ما كانش الامور منساجمة داخل الجهاز الفني عشان مقلش تفاصيل جمده لكن ما كانش فيه انسجام داخل الجهاز الفني اعتقد كده الامور هتهدأ داخل الجهاز الفني بعد رحيل طريق مصطفى مش عشان طريق مصطفى وحش ولكن عشان اسلوب طريق مصطفى مع مستر باكيتا ما كانش فيه انسجام أو ما فيش توافق ما بين الاتنين النهاردة حصل اجتماع ونبراح قلتلكم النهاردة هيحصل اجتماع لجهاز الفني لنادي الزماك مع المستشار المرتضى منصور المستشار المرتضى منصور قعد مع باكيتا الواحد وكلمه وبعد ما قعدوا مع بعض لقينا ان مكتوب اعتذار الكابتن طريق مصطفى عن الاستمرار فطبعا أكيد باكيتا كلم مع المستشار المرتضى وقال له وانا مش محتاج طريق مصطفى ممكن يكون موجود سامي الشيشيني ممكن يكون موجود متحة عبدالهادي الجهاز الفني بالكامل فبس مش محتاج طريق مصطفى وبالتالي كابتن طريق مصطفى كمان هو ما كانش مستريح فقدم اعتذار عن الاستمرار في الجهاز الفني النادي الزمالك وفي كلام على انضمام كابتن عبدالحليم علي برضو في الفترة القادمة لكن اعتقد ان الجهاز ممكن يستمر شوية كده فترة بالتشكيل الحالي بدون اي اضافات لغاية ما نشوف جديد لغاية ما نشوف الفترة اللي جاية هيحصل ان فيه برضو كلام تاني بس مش عايز اقولي الكلام التاني دلوقتي عشان الناس بتزعل يقود يقولك يا عم كريم انت عملت تسخن الدنيا وتوقع هنا وتعمل هنا ما بنعملش احنا بنقول اللي بيوصل لنا بنقوله وتشتمت انا بسبب موضوع طريق مصطفى ده من خمس ايام ومن ناس صحابي يعني قالولي يعني طريق مصطفى ده صاحبك وازاي بتقولك قلتولي يا جماعة دي معنا الصحابي حاجة والشغل حاجة تانية هو فيه معلومات عندي بتقول كده فقلت الموضوع فدلوقتي بقولي اصدقائي اللي هما كانوا انتقضوني من 4-5 ايام اهو موضوع يتحقق زي ما احنا قلنا بالزمت اهو موضوع يتحقق زي ما احنا قلنا بالزمت